السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء الطلاب في صف الرابع الإبتداء إن شاء الله النهاردة هنأخذ في الفيديو ده يونت فور الوحدة الرابعة نأخذ منه لسن فايف الدرس الأخير من الوحدة دي بإذن الله معنى كلامي إن إن شاء الله تستعدوا كده بعد ما نخلص الفيديو ده تبدأوا تراجعوا على الوحدة الرابعة كلها اللي ماشي معنا علشان إن شاء الله الفيديو القادم نبدأ نحل الأسئلة اللي موجودة في كتاب جم الأضواء والشاطر يسبق ويلحق يحلها قبل ما نحلها عشان يراجع معنا يلا بينا باسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم هنتكلم النهاردة عن ستوري قصة بتتكلم عن Living on a boat اللي انت تبقى عايش في مركب زي المركب الجميلة اللي احنا شايفينها دي باخرة كبيرة دي تعالوا نشوف الحكاية إيه قسم لنا الستوري زي ما احنا عارفين قبل كده The beginning المقدمة بتاعتها The middle الوسط بتاع الحكاية The end والنهاية أو الخاتمة بتاعت القصة إيه تعالوا نبدأ معا بعد نشوف The beginning بيحكي عن إيه بيقول My friend شريف صديق شريف lives on a boat بيعيش في قارب in the summer في الصيف طبعا لو في الشيطة صعب قوي His parents Well they work on tourist boats بيعملوا ايه في مراكب سياحية So he goes with them بيذهب معهم خدوا بالكم من القراءة علشان حتقروها انتم كمان بعدي They travel up and down بيمشوا يمين وشمال وفوق وتحت كل الأماكن بامتداد النيل يعني He likes the summer بيحب الصيف very much كثيرا جدا He sees many interesting places بيشوف ايه أماكن ممتعة كتير And he meets people بيأب الناس from all over the world من جميع أنحاء العالم ده تعبير كده اكسبرشان بتحفظ على بعضه اسمه All over the world جميع أنحاء العالم He speaks English بيتكلم انجليزي And Chinese صيني with tourists مع السياح دي كانت مقدمة القصة تعالي نشوف الميدل الوسط بتاعها One day الوسط دايما بيبقى فيه الحبكة بقى اللي هي إيه 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 حدث القصة إيه إيه اللي بتقصة من أولها لأخرة هو ده دايما بيقى في إيه في الميدل طيب One day في يوم الأيام The boot stopped المركب توقف And Shreef saw some children playing شاف بعض الأطفال إيه بيلعبهم Suddenly فاجأ A small child طفل صغير fell into the river واقع في إيه في النهر The child shouted سرث الطفل سرخ والإيه Please Help me Shreef called his dad نادى بابا Shreef's dad saw the child والد Shreef شاف الطفل and jumped into the river وقفز في النهر He swam and saved the child عمل إيه سبح وأنقذ الطفل The child smiled and said الطفل ابتسم وقال Thank you so much شكرا لك كثيرا يبقى دي أحدث القصة هي دي دايما اللي بتبقى في الميدل بتاعها نيجي بقى نشوف الاند Shreef was very happy كان سعيد جدا but ولكن He also decided to learn to swim قرر إنه ويتعلم يسبح إنه لما الطفل سرخ هو ما حفش يحمله حاج فاضطر ينادي على مين على بابا علشان كان هو اللي بيعرف يسبح وهو اللي نقص الطفل خلصنا الحكاية بتاعتنا اقروها وتعلم نكمل مع بعض الحاجات المهمة اللي معنا في الفيديو ده عندنا هنا نبدأ نتعلم كلمة The summer اللي هو فصل الصيف عندي Tourist boot اللي هو Tourist لوحدها يعني سياحي boot يعني قارب وقارب سياحي عندي كمان Fall into يسقط في طيب تعالكم إذا نشوف الأسئلة دي بيقول شريف بيعملوا في قارب سياحي شريف نمبر شريف كان توق ثلاث لغات تعالكم معاه يقدر يتكلم تلات لغات طيب عندي هنا شريف بيرانتس أشايلد مين فيه الطفل هو اللي خلصنا كده قصة تعالوا بقى نركز كده ونفوق نركز في جزئية اللي جاية دي يا جميلة وخفيفة وما فاش حاجة أنا عندي هنا دايما عايزة فرق ما بين حرف الفي في في وحرف الف الف طيب انطقوا كده معايا حرف الفي حطوا قدكم عند الحنجرة عند الزهور بتاعكم وقلوا في 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 تحسر ان في حاجة تحت صواباء اديكم بتتحرك عندي الرقبة بتاعك أو الحنجرة كده في في حاجة بتتحرك صح طيب حطوا ايدكم قدام بقوكم وقلوا حرف الف حسيتوا بايه بهوى بيخرج من الفم وقاعد يخبط في ايديكم يبقى حرف الفي حطينا ايدنا عند الحنجرة حصل ايه اهتزاس كده وحاجة بكاين بتحرك تحت ايدنا حطينا ايدنا قدام بقنا وإحنا بنطق حرف الف لقينا في هوا طيب استفدنا ايه استفدنا ان اي حرف بحطه عند زوري او عند الحنجرة بمعنى اصح يعمل حركة او اسمها vibration اهتزاز عند حنجرتي ده اسمه voiced بيعمل صوت في طيب امال ما بيعملش اي صوت فبيبقى ليه؟ لانه بيبقى اساسا عبارة عن هوا بيخرج من ما بين الشفيف بتاعتنا وإحنا بننطق الصوت زي ما كنا بنقول حرف البي التقيلة قلنا لما بنحط قدامها ايدينا بي التقيلة اللي هي زي بن بنحط او الرهالكم اللي هي حرف البي التقيلة اللي هو قلنا زي ده لانه ما بنحط ايدنا قدامنا بيبقى ايه بي بي بيخرج هوا بعكس البي فور بوك اللي هي كلمة بوك كتاب بنلاقي فيه اهتزاز حوالين الحنجرة ليه؟ لان كل الحروف بتعمل اهتزاز حوالين الحنجرة وكل حروف ما بتعملش اهتزاز حوالين الحنجرة في الغالب بتخرج هوا بس بيطلع الصوت نتيجة ايه؟ نتيجة احتجاك الشفاق في كده فبتخرج الهوى مع صوت الهوى بس فبيبقى وهكذا تمام طيب تعالوا نشوف الأمثلة إلا على حرف ال-V وحرف ال-F كاذ ودينا كمان leaving room حجرة أو غرفة المعيشة leaving room room لوحدة يعني غرفة leaving المعيشة L-I-V-I-N-G room R-W-O يعني 2-O-M طيب عندي van اللي هي الشاحنة الصغيرة اللي هي مقفولة كده من وراء اسمها van V-A-N عندي vegetables عنقسمها لمقاطع عشانت بسهل عليكم tables يعني منضادة أو ترابيزة بس هنا جامع عندي V-E-G-E وبعين tables V-E-G-E tables يبقى لية T-A-P-L-E-S يبقى vegetables خضروات vegetables خضروات طيب تعال بقى نشوف حرف ال-F face F-A-C-E وج fan مروحة F-A-N fish سمكة F-I-S-H food قدم F-O-O-T اللي قلنا عليها W-O طيب تعال نشوف الاسئلة دي بيقول لي listen اسمع answer كله هتعمل دايرة اسمعو van face cave تاني van face cave تعال نبوص عليها كده هنعمل دايرة حوالين van face cave عايزة نتقلقكم التانيين عشان تعرفوا بس الفرق في الصوت ما بينهم أول واحدة هنا هتبقى دي طبعا احنا عارفنا خلاص الاختيار اللي عليه الدايرة fan van fan van عارفتوا الفرق؟ هنا cave face cave face food cave cave تمام؟ تعالوا نكمل مع بعض نشوف لأسئلة يعني نحلها على الدرس الخامس أول برضو جزئية مع عنا هنا جزئية listening فها هتسمعوني بيقول لي listen and supplies a missing letters هنملاق الكلام أو الحرف النقص أول واحدة تبقى fish تاني واحدة تبقى food تالت واحدة van رابع واحدة cave تاني fish food van cave تعال نشوفها fish حرف الف food حرف الف fan حرف v cave حرف v أو برضو النقص طيب بيقول لي بعد كده fill in the gaps عندي one two three four four words عايزني أكتب the small child fell into that وقع فين في ال river في النهر شريف زداد saved the child هو اللي نقص الطفل شريف can speak english and chinese بقدر يتكلم انجليزي وفلوسيني شريف lives on a boot يعيش في القارب read and sword اقرأ وصنف جايب لفايز بتاع حرف v والفايز بتاع حرف f طيب عندي هنا van vegetables cave living room هنا عندي fan food طيب السؤال الرابع بيقول read and match اقرأ ووصل شريف parents work on on a tourist food في القارب السياحي شريف likes بيحب زسامر safe شريف decided to learn to swim يتعلم يسبح زي travel up and down the nile بيروحوا ايه طلعوا وينزروا ايه في النيل قاعدين بيتمشوا فيه look and write انظر وكتب عندي هنا ده بيشاول لي عليه بأدال face هنا food cave fan اخر سؤال معنا هو سؤال بيقول لي علامات الترخيم قلنا الاي في اول الكلام في نص الكلام في اخر الكلام اللي اي بمعنى انا دي بتيجي ده كابتل لكن لو اي هو كلمة لا عادي اي بمعنى انا هي اللي بتيجي كابتل في جميع الاوضاع وهنا كمان هي في اول الجملة في الاخر دي جملة خبرية بخبر بها شيء ما هو السؤال يبقى في اخرها فلسطوب خلصنا مع بعض الدرس الخامس من اليونت فور وخلصنا كده الوحدة الرابعة ان شاء الله الفيديو القادم انتظرونا نحل الاسئلة عليه من كتاب جم الاضواء دمتم في امان الله